اشتركوا في القناة والله انا مقدرش اقيم الراجل ده في ظل الظروف الرهنة ليه؟ الراجل ده بيشتغل في قلق في مظاهرات في مشاحنات في نسة اعتصامات في حاجات كتيرة قوي فصعب ان احنا حتى لو حبينا نجرب الراجل ده لازم نجربه سنة كاملة بدون الحاجات دي كلها علشان نقدر نعرف نقيمه والله ايو مرثي راجل محترم عن مدين اول حاجة يعني بس ان فيه جديد احنا كل يوم في النازل وبقاء البلطية كترت وانها بكتر وما فيش احترام وما فيش شغل وما فيش عمل وحاجات علامها ربنا توقيم ان هو رئيس فاشل وما ينفعش رئيس جمهورية واكبر خطأ واكبر خطيئة وقع فيها الشعب المصر من يوم الارض ما ربنا خلقها وجود هذا الشخص رئيس جمهورية هذا الشخص ما ينفعش يبقى مدير جمعية زراعية يعني اوضة في عزبة ما يعرفش يدير عزبة لا ما يعرفش يدير اوضة فيها اسمها كده الجمعية الزراعية عندنا في البلد في اوضة مترين في مترين الراجل ده خسارة فيه وما ينفعش يدير جمعية زراعية واخسارة فيه ينتمي لهذا الوطن واخسارة فيه انه يبقى حامل الجنسية المصرية مش هو بس هو وكل العصابة اللي معاه الاخوان والطائرات الاسلامية دي كلها لازم تباد ولازم الشعب المصري داي اضطحهم حتت يوم تلاتين عشان ما نشوفش الخلق مالوش لازمة ده كان حسن حرام ومورسي حرام ولا لهم لازمة تقيم لرئيس مورسي بعد الحن بده يرجع له هو لانه هو لو هو شاف فيه حاجة جديدة عملت في البلد يقول لها كان عملت كاسر اهو لقول واله كان فيه حاجة على يعني محوسة انا قلنا سبه يحوس что BARRACH تسابه خراب ما بنلكارشي انا سبه خراب انت جيت فيه حاجة تعاملت حاجة واحدة نقول والله دي كان تسابه حوظها ليست بارkea كويش وانتعملت النارض كويسة كل حاجة في السوق كل حاجة في النازل فيش حاجة في التقديم ابدا فيش حاجة لانتقديم ابدا كل حاجة ما جاري طفحة ميا مافيش نور يقطع كلي شوية تقييم الأداء مرسي نحن عدى على مرسو ما يقرب من سنة اللي أنا رأى فيها إلا الاستبداد والفشل وضعف الدولة النهاردة الرئيس محمد مرسي حقيقة حقيقة محمد مرسي صحيح البعض بينتخده لكن النقد بتاعهم مصحيح لكن يكفي مناخ الحرية النهاردة كل بيتكلم اللي أخشع عليه في مصر حقيقة هو الإقسام الحد النهاردة فيه إخوان فيه سلفيين فيه يقول لك يمينيين يقول لك ليبراليين كل الكلام ده بعد ما فشل الاستعمار الأمريكي في أنه يحطم العراق ويقول شيعة وسنة جاي النهاردة يفرضوا يحاول يقسم في مصر ويقول سنة ويقول شيعة ويقول بعد ما قالت مسلمين ومسيحيين وهو ده الشيء الله مخططه هيفشل والله اعنا بشايفين منه أي حاج البلد خربونا زي ما انت شايفين هو رئيس مرسي لسه رئيس جمهوري غدراتي رئيس مرسي بفضل الله يعني هو قعد سنة فربنا يا وفاقه يا رب هو أنجز حبة حاجات كده اللي احنا شفناه كويس من يوم حكم مرسي احنا شايفين أي حاجة كويسة من يوم حكم مرسي يعني ايه الكويس اللي احنا شفناه علشان نقول ان احنا ممكن ننتخبه مرة تاني ما هو ماء في البلد ومغلي كل حاجة وانا راجل شاب متجوز عنده 21 سنة وحدودك عامل عمل ايه ومش لين حاجة نشتغالها فاشل في الادارة ولا يصلح خالص لناس المشاشرين بتوعه برضو فاشلين مش عارفين يديروا مصر ازاي مرسي يعني بالنسبة لنا يعني مفهمش حاجة يعني ما عنده الشخصية والله انا مش يعني شاي هو كي بيقول نهضة نهضة بس انا مش اف اي حاجة من نهضة خالص في درجة ان السوبيا عمل اتسد النهضة بحاصية بتغزنة او حاجة زي كده يعني فانا مش عايف يعني اقولي بصع البلد كبير عليه دكتور مرسي من غير يعني هو مش لايء اساسا اني بقى رئيس بقول اعمل حاجة لغة النهاردة معملش حاجة خالص بس احنا عايزين يعني ياريت البلد ده شوية من اللي هي فيه عشان الواحد خلاص لا رأي طبعا رأيي الناس كد لها ده محدش عايزه مفيش تحسن مفيش اي تقدم في البلد حصل اللي حصل في بلد تأخر اتأخرنا يعني حشوف عاظرتك انقطاع القهرباء والمواد البترولية وده 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 ربنا يعينه يعيننا دكتور مرسي هو ينفع للدولة مهما كان الناس ديه مهما تحمدش ربنا وانه ناس باستغل البلطاجية فاشل نصاب كذاب ما عملتش اي حاجة مليا لها يعملها مريتيش تشات مش عايزه كده البلد ده تعبانة جعانة البلد في مجاعة خب صراح مش ميخلينا معتاكين اي عاق رز بيخلينا مش ميعتاكين سكر مش ميخلينا معتاكين حتى البلزين بيالينا لعينهم في الشوارع فيش اي زعم مرسي صراح مش ميخلينا معتاكين اي حاجة رجل محطار موسيقى موسيقى